موسيقى مرحبا بكم عزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي درسنا اليوم يونت 7 لسن 4 اليونت السابع الدرس الرابع أنوان الدرس PRESENTS FOR EVERYONE هدايا للجميع موجودة في صفحة 6 كتاب الطالب وصفحة 4 كتاب النشاط قبل ما نبدأ بالدرس لا تسر الاشتراك بقناة اليوتيوب يسمى الأستاذ طاع حسين المدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الخامس الابتدائي لذلك يتم نشر هذه الحلقات عبر فيجنا على الفيسبوك الأستاذ طاع حسين مدرس اللغة الإنجليزية التي تقدرون تلقون من خلال هذا المعرف صفحة 6 كتاب الطالب مكتوبة على صفحة PRESENTS FOR EVERYONE هدايا للجميع انظر إلى الهدايا التي اشترتها نور في العطلة في مصر لمن سوف تعطي هذه الهدايا منطيني مجموعة من الهدايا باللون الأحمر أو الوردي والأشخاص اللي راح تطيهم الهدايا كاتفيلي إياهم باللون الأخضى شي يطلب من عندي يقول لي complete the sentences أكمل الجمل التالية نانا number one I am going to give the فراغ to my فراغ أنا سوف أعطي الهدية الفلانية أجيب هدية لفراغ إلى الشخص الفلاني أجيب اسم شخص أمطي هاي الهدية فهنان الهدية شنية هدية الكيرينج فأقول I am going to give the keering أنا سوف أعطي هذه مدالة المفاتيح to my إلى إلى من سوف تعطي هدية مدالة المفاتيح أكيد الأب فأقول to my dad number two I am going to give the أنا سوف أعطي شنه هذن سميهن chocolates الشوكولاتة I am going to give the chocolate to my إلى إلى من رح تطي هذه الهدية من الممكن grandmother من الممكن dad من الممكن mom من الممكن friend إلى آخر مثلا نقول grandmother هنا من هذا النشاط يقول لك أول شي يكمل ذن الجمل بالقدم الرصاص وبعدها listen and check your answers استمع وتفقد إجاباتك بعدها الأستاذ رح يشغل مقطع الصوتي وشوف التلميذ إذا كان حل صحيح أو خطأ ورها يمسح إذا كان حل خاطئ ويكتب الإجابة الصحيحة نكمل number three I am going to give the فراغ to my فراغ أنا سوف أعطي شنه هذنه هذنه لسويتس الحلويات فاقول I am going to give the sweets to my لي المنط الحلويات to my brother and sister لي أخي وأختي number four I am going to give them أنا سوف أعطي هذا شنه هذن هذا الوسكارف الوشاح I am going to give the scarf to my إلى مثلا أمي أقول to my mom أنا سوف أعطي الوشاح إلى أمي number five I am going to give the فراغ to my فراغ أنا سوف أعطي شنه هذنه 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 هذن نسميه هنا أقلام التلوين cryons to my إلى لما ننطي أقلام التلوين إلى أعز الصديقي فأقول to my friend بعدها يقول لي listen and check your answers استمع وتفقد إجاباتك فرح نستمع ونتأكد إذا كان إجاباتنا صحيحة أو خاطئة وراح ننتقل للنشاط الآخر لأن هذا مجرد نشاط كمقدم للدرس يطلب من أندي أني أكمل الجمل باستخدام هذن الهدايا والأشخاص اللي راح أمطيهم هذه الهدايا بعد أن ذهبت في سفرة في العطلة الصيفية إذا نستمع المقطع الصوتي نتأكد من إجاباتنا track 102 unit 7 lesson 4 listen and check your answers one I'm going to give the key ring to my dad two I'm going to give the chocolates to my grandmother three I'm going to give the sweets to my brother and sister four I'm going to give the scarf to my mum five I'm going to give the crayons to my friend إذن بعد ما استمعنا المقطع الصوتي وتأكدنا من إجاباتنا هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحرير والامتحان الشفوي لكن بالنفس الوقت راجع للهدايا التذكارية اللي أخذناها بدوره السابقة وحفظنا ملاهن وذكرنا من الممكن تجينا بالامتحان بسؤال ملاهن على شكل حروف ناقصة أو حروف مباثرة ذلك أحاول أراجع بهذا الدرس الأداية التذكارية اللي هي الكيرينج السويت السكارف الكراينز لآخره لأنه منتعتبر كلمات مهمة للحفظ كعملاء ننتقل للنشاط الآخر listen and read the conversation استمع وقرأ هذه المحادثات ننتبه هنا هنا هذه الشخصية اللي جابت الهدية فهنان شا تقول هذه الجملة ثابتة I bought you أنا اشتريت لك زاعدا الهدية ننتبه شوية هنا للتفاصيل لأن بعد قليل رح نعمل محادثة مثل هذه المحادثة أنا اشتريت لك زاعدا الاسم الهدية مثلا الكيرينج الشوكليت السويت الكراينز إلى آخره هل أحببته هل أحببتهم هل أحببتهم هنا إذا كان هذا الشيء أو الهدية التذكارية مفردة أقول وإذا كانت جمع مثل الكراينز اللي هي أقلام التلوين أقول هل أحببتهم إلى آخره فهنان السؤال كالآتي I bought you أنا اشتريت لك زاعدا اسم الهدية حسب الهدية حسب الهدية إذا كانت مفردة وجمع هنانا هذا السؤال أو الشخص اللي اشترى الهدية هنانا هي اشترت هدية لكل أفراد العائلة فللأم اشترت الـ flowers فاش راح تقول لهم تقولها I bought you flowers اشتريت لك ورود Do you like them هل أحببتها استخدمت them لأنها جمع فترد عليها الأم تقولها flowers They are lovely زهور إنها جميلة What a pretty colors يا لها من الألوان رائعة أو جميلة فهنانا النوبل جدة تقولها I bought you chocolates اشتريت لك شوكولاتة Do you like them هل أحببتها لأنها جمع أقول Do you like them وليس Do you like it فالجدة ترد عليها تقولها chocolates شوكولاتة Thank you شكرا لك What a big box يا له من صندوق كبير لأنها بالشخصية الثالثة اللي اشترت الهدية تقولها I bought you a watch اشتريت لك ساعة يدوية Do you like it هل أحببتها وهكذا الأخيرة تقولها I bought you crayans اشتريت لك هي أقلام تلوين Do you like them هل أحببتها Great عظيم I am going to take them to school tomorrow سوف أخذها إلى المدرسة يوم غد هذه المحادثة بين هذه الشخصية وزن الشخصيات ككل بعد ما استمعنا يقولي Listen and read the conversation بعد ما استمعنا وقرأنا المحادثة يطلب من عندي Practice the conversation with a partner تدرب مع زميلك على هذه المحادثة وهنا أنا كذلك منطيني هدايا مثلا الشخصية الأولى يعتبر هو اللي جايب هدية فش يقول يقول I bought you flowers اشتريت لك هدايا المحادثة بين تلاميه وثمين تلميذي الأول يقول أنا اشتريت لك flowers ورود Do you like them هل أحببتها شخصية الأخرى شجاوبة تقول لها مثلا يرجع للمحادثة flowers زهور أو ورود They are lovely إنها جميلة What a pretty colors يا لها من ألوان جميلة الهديئة الثانية كذلك نص الطريقة التلميذ الأول يقول I bought you sweets ستريت لك حلويات Do you like them هل أحببتها فيقول لها sweets حلويات yummy يا لها من لذيذة Let's eat them now فلنأكلها الآن وهكذا إذن هذه المحادثة بين تلاميذي وثمين من خلال المحادثة اللي أخذناها قبل دقيقة عرفنا شون واحد يقدم الهديئة باستخدام جملة I bought you أنا اشتريت لك وأسئلة عن ريا قل لها Do you like them أو Do you like it هل أحببتها الشخصية الثانية يريد مثل ما أردينا بالمحادثة اللي شرحناها قبل دقيقة إذن هو من نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحرير والامتحان الشفوي ننتقل لكتاب النشاط Color the presents لون الهدايا Who are you going to give them to لمن سوف أعطيها لمن سوف أعطي هذه الهدايا إن أنا تقول تذكر Is it one thing or more هل هو هالله الهدية شيء واحد أو أكثر than one Use it أو them مثل ما وضحنا مثلا مثل ما وضحنا Do you like it أو Do you like them Do you like it إذا كانت هالهدية مفردة وإذا كانت جمع أقول them شون يعني مثلا الهدية الأولى ذني جواريب فش أقول أقول I am going to give them to my dad أنا سوف أعطيها استخدم الذن ليش لأن الجواريب جمع أقول I am going to give them سوف أعطيها to my dad إلى أبي وشوف بقية الهدايا إلا ما راح نطيهم الفلاورز إلا بنطي الفلاورز أقول I am going to give them أنا سوف أعطيها to my mom إلى أمي الهدية الثالثة الكيرينج بداية مفاتية مثلا أقول I am going to give it to my brother سوف أعطيها إلى أخي it ليش لأن هذه مفرد الهدية مفردة المج اللي هو الكوب الكبير I am going to give it to my father أنا سوف أعطيها إلى أبي who are you going to give them to لمن سوف أعطيها هاي 2-3 ملعا إلى رأي التنميم فأنا بكيفي أوزع الهدايا على الأشخاص اللي أريدهم الكاب القبعة مثلا أقول I am going to give it سوف أعطيها المن to my friend لصديقي I am going to give them هذا الشب شب المن أعطي أقول I am going to give them to my sister سوف أعطيها لأختي وهكذا I am going to give it to my grandmother سوف أعطي هذا الوشاح لي جدتي وهكذا إذن هذا مجرد نشاط يخليني أراجع موضوع المستقبل اللي هو باستخدام going to اللي معناها سوف زاد الفعل مجرد اللي هو give ننتقل لاتمرين بي look add the answer انظر إلى الأجوبة هنا أنا محادثة بين سؤال وجواب Can you guess the present هلي ممكنك أن تخمن الهدايا الهدايا من طينيها نبالة تمرين يقول لي شوف الجواب ونانا تقدر تخمن الإجابة من خلال الجواب شون يعني مثلا number one I bought you Do you like them أنا اشتريت لك فراغ هل أعجبتك نانا شون أحدد الهدية من خلال الجواب أقول little rabbits I love them على شكل أرانب صغيرة أنا أحببتها يا هللي على شكل أرانب صغيرة الشبشب اللي نسميه slippers كذلك مع البقية I bought you Do you like them أنا اشتريت لك فراغ هل أحببتها خلنا نجح نشوف they are lovely إنها جميلة what a pretty colors يا لها من ألوان رائعة يا هللي بي ألوان رائعة أكيد الزهور فأقول flowers number three I bought you I bought you فراغ Do you like it أنا اشتريت لك فراغ هل أحببتها خلنا نجح نشوف thank you it's great for winter إنه جيد للشتاء شنو اللي جيد للشتاء أكيد الوشاح فأقول scarf number four I bought you فراغ Do you like it اشتريت لك كذلك فراغ هل أحببتها خلنا نجح نشوف الجواب what a good idea قالها من فكرة جيدة no more lost keys سوفلن أضيع مفاتيحي مرة أخرى شنو الهدية الهدية كيرينغ أكيد number five I bought you فراغ Do you like it thank you I can use it for my favorite drinks أنا يمكنني استخدام المشروبات المفضلة شنو الهدية أكيد المك فأقول المك I bought you فراغ Do you like it I am going to wear this at the sports club سوف أرتديه في نادي الرياضي شنو أكيد القبعة فأقول the cap baseball cap هذا ما يخص هذا النشاط قدرت أحزر الهدايا من خلال الأجوبة اللي منطينيها بالصفحة الأخرى من التمرين هذا ما يخص درسنا لهذا اليوم راجعنا به الهدايا التذكارية موضوع المستقبل باستخدام قومك تزاعد فعل مجرد لكن لاحظنا أنه معظم أنشطة صفية وغير مهمة بالامتحان التحرير والامتحان الشفوي نحاول قدر المستطاع باستخدام ال-it وال-them والمستقبل البسيط اللي خدناها نبدأ دروس سابقة وقلنا أنه هذا الموضوع مهم بسؤال القواعد ختاما شكرا لمتابعتكم من الفيديو أي سؤال أو سفسارة أو أضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون معي على الحسابات الموجودة معكم على الشاشة